لأن قضيتها العادلة ملأت الدنيا وشغلت الناس هذه الأيام تحضر فلسطين في كل لقاء ومنتدى وتشغل الرأي العام بكافة أشكاله فكيف إذا كان هذا الوسط هيئات ومؤسسات علمائية؟ الملتقى الدولي الثالث لمؤسسات علماء الأمة افتتح أعماله في مدينة إسطنبول لتسليط الضوء على معركة طوفان الأقصى وحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة في ظلال طوفان الأقصى وجد العلماء وأن واجبهم أن ينسقوا جهودهم وأن يرتبوا نشاطهم فيما بينهم فالتقت اليوم المؤسسات اليوم والغد بإذن الله تعالى مؤسسات العلماء من بلاد العالم الإسلامي لكي تقدم ما لديها ولكي تتبادل الخبرات والنشاطات نصرة لأهلنا في غزة العزة ومن أكثر من ثلاثين دولة تداعى العلماء للمشاركة بأعمال المنتدى والقيام بدورهم الريادي في دعم الصامدين في غزة والتباحث في سبل تحويل هذا الدعم إلى عمل فعال هيئة العلماء المسلمين في العراق عضو فاعل في هذه المؤسسة وأيضا نحن نقدم الدعم والعون لأخواننا في غزة سواء الدعم المالي والدعم المعنى وأيضا مشاركنا في كثير من الفتاوى التي أصدرت بشأن القتال والجهاد في غزة مشاركة علمائية واسعة في الملتقى من مشارق الأرض إلى مغاربها نحن كالتركستانيين نشعر بآلامهم ونشعر بما يعانيه أهل غزة ودائما نريد أن نقدم لهم ما نستطيع من الدعم جئنا أن نرفع صوت نحن لدى أي ظلم والأدوان وخاصة ما يجري ويحدث في الغزة للأسف أمام العالم وهذا الكتل وذبح لابد أن يتوقف المشاركون في الملتقى أكدوا أن العلماء هم أصحاب الحل والعقد في قضايا الأمة وعلى عاتقهم تقع مسؤولية بيان الأحكام الشرعية الواجبة لنصرة المسلمين في كل مكان أهم الأدوار التي يجب أن يمارسها علماء الأمة في هذا الوقت هو تحريض الأمة على الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن مقدساته وعن عرضه وعن دمه وعن ماله وتحريض الحكومات وتحريض الجيوش وتحريض الشعوب ويجب أن يلح العلماء على ضرورة فتح الحدود أمام الثوار وأمام المقاتلين وأمام الشعوب وشدد الملتقى على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لأهالي غزة واستخدام جميع وسائل الضغط للجم العدوان الصهيوني في كل الأراضي الفلسطينية اشتركوا في القناة